فعاد أنا لما تخرجت عاد أنا مثلي مثل غيري أنت أصلاً لو تخرجت في نهاية السنة عندك هم التوظيف ما بالك لما تتخرج في وسط السنة حتكون المسألة أصعب أراد الله أنه في يوم من الأيام تصل عليه أحد هذول الشباب قال لي ولاحظ أنا في جدة قال لي عبد الله تبغى تتوظف؟ قلت هذا سؤال يبغى لا تأكيد أني أبغى توظف قام قال لي طيب إش رايك عندنا فرصة هو كان يعمل في الشؤون الدينية في مستشفى الأمل تمام؟ لاحظ أنا تخصي شرعي وهو يعمل في قطاع صحي لكن في شؤون الدينية مستشفى الأمل مهتم بعلاج مدمن المخدرات أهي نعم تبغى تتوظف؟ قلت كيف؟ كان خلاص جاء أسمنه فوق تعالي جاء سبحان الله أجليت مقابلة شخصية وتيسرت وقبلت مباشرة سبحان الله شيء عجيب كان التياسير عجيب المجال هذا من المجالات التي فيها عمق عجيب يعني علاج الإدمان مدارس عالمية هي ليست هو علاج الإدمان و علاج المخدرات هو ليس مثل أي علاج يعني ما هو مثل القلب ليس مثل العضاء ليس مثل الطب النفسي الأمراض النفسية لا علاج الإدمان تخصص وتخصص في الطب النفسي يعني مثل ما يقولون أحد العلماء كان يقول يقول مريض المخدرات وصل لمرحلة تحت الصفر فأنت في علاج مرض الإدمان تنظر المريض لهذا كانه تولد فلازم تعيد تركيبه من جديد تمام فكأنك أنت مثلا تحتاج أنك تأسس بناء ما كان موجود فلما أنت تنظر المريض ستنظر له من زوايا كثيرة جدا ففي علاج الإدمان ثقافة عالمية وليست محلية ثقافة عالمية أنه في مجموعة تخصصات يكمل بعضها بعضا هو ليس مجرد علاج عضوي ولا مجرد علاج نفسي لا هي تخصصات كلها مهمة يعني مثلا أعطيك مثال نحن في القطاعات الصحية الثانية نعتبر بعض التخصصات خدمة مثل شؤون الدينية تعتبر خدمة من الخدمات تمام علاقات المرضى مثلا خدمة علاقات مرضى خدمة أحيانا خدمة الاجتماعية أحيانا في بعض المجالات تعتبر خدمة لا في علاج الإدمان أساس جزء من العلاج جزء من خطة العلاجية جزء من برنامج العلاجي أن تؤدي دوره مثل ما غيرك يؤدي دور أعطيني كذا كيف برنامجك أنت كمرشد مثلا ديني في مستشفى العمل وش تسوي ممتاز بشكل مختصر باختصار العلاج المرضى في المستشفيات الإدمان عموما على مستوى العالم و نظامها مختلف فهي مثل أشبه ما تنمو بالمدرسة لكن مدرسة علاجية فإحنا نبدأ الدوام الصباحي طبعا نبدأ أول شيء عندنا اجتماع صباحي يصير نناقش فيه ما الذي حدث معنا بالأمس مين يدير هذا الاجتماع؟ طبعا يدير المدير الطبي على أيامنا كان مدير الطبي طبعا هذا الكلام في عام 2001 لا أدري كيف الآن زملاء نظامهم لكن هذه الأيام كان يديرنا المدير الطبي نجتمع في قاعة محاضرات تقريبا تسعة فرق علاجية تسعة تخصصات نناقش كل واحد يتكلم ما الذي حدث معه بالأمس طبعا أنت ما تتكلم عن القسم الإنتفي تتكلم عن المرضى في المستشفى كلهم ما الذي حدث معك بالأمس طيب دعنا نقول من الأشياء العجيبة كان مديرنا هذا رجل ذكي ذكي جدا طبعا هو أمريكي من أصول مصرية و أثرت عليها ثقافة الإدارة الأمريكية كإدارة يعني نموذج عمل مميز نعم نعم فتخيل أن تسعى فرق علاجية تتكلم عن ما الذي حدث أمس في عشرين دقيقة و تعطي معلومات وافية كافية يعني ما هو معلومات أنه يمكن أن يصير نقص لا أنا أتكلم لما أسكت لا يزكتني أتكلم إلى أن أسكت كيف أدار الفكرة بذكاء سو نماذج خل كل قسمي سوي نموذج النموذج وافي كافي يعطي المعلومات المهمة عن أمس و ما الذي حدث عليك فأنا مجرد أجي نهاية الدوام اليوم أعبي أنا أشياء سويت في النموذجها أجي في الاجتماع أقرأ النموذج هذا فقط جميع فإحنا بعد الاجتماع هذا ننتقل للأجنحة عندنا اجتماع مع المرضى نجس مع المرضى كلنا إحنا والخدمات النفسية والخدمات الإلاجية والطب النفسي كلنا نجس مع المرضى قروب كذا كلنا مع بعض مثل المدارع يعني قراءة قرآن كلمة وبعدين زي ما يقولوا نفك ريقهم يعني نسول معهم نكسر الحواجز بينهم توهم صاحين توهم أفطر وبعدين نبدأ نتوزع المرضى كل واحد يأخذ مجموعته في عندنا نظام برنامجين برامج المشتركة الجماعية مع المرضى نأخذ مثلا مجموعة وصيرهم حاجة نسموها المجموعة الدينية مجموعات علاجية وفي برامج فردية تكون على مستوى أفراد هذا في الإدمان طبعا نحن كنا بالنسبة لنا كشؤون دينية أحيانا كنا نسوي طريقة جميلة عشان لا يصير فيه تزاحم في العمل كنا نخلي عملنا في الفترة مسائية مجموعاتنا فكنا نختصر شوية الدوام و نكمل في الفترة المسائية أخذنا موافقة من الإدارة على هذا الشيء و دعمتنا الإدارة لأن نتخدم الخطة العلاجية كنت زرت مدمن في بيته هو بالمناسبة ليس مدمن مدمنين كثير كنا ذلك الأيام أساسا باقي عزاب فكانت روح المغامرة لازالت موجودة جميل